تفقد محافظ محافظة حضراموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني سير الأعمال الإنشائية في مستشفى حضراموت للأمومة والطفولة بمدينة المكلة وتعرف محافظ حضراموت من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضراموت الدكتور رياض الجريري على مستوى الإنجاز في أعمال تجهيز المستشفى من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووجه المحافظ بسرعة استكمال التجهيزات المتبقية للمستشفى ليتسنى افتتاحه وتشغيله وتخفيف الضغط على بقية المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة المكلة وضواحيها رفقه خلال الجولة رئيس الوحدة التنفيذية المشاريع بحضراموت الدكتور زكريا بكير ومدير شركة الغويزي لتجارة والمقاولات المحدودة علي سليمان